ينوي النظام السوري وحلفائه التعامل عسكرياً مع الملف الأكثر تعقيداً في بلاد وهو ملف محافظة إدلب فما إن بدأ تطبيق الاتفاق الذي فرضته روسيا بين لجنة المفاوضات المركزية بمحافظة درعا والنظام حتى كثفت قوات النظام والطيران الروسي عمليات القصف على الشمال الغربي من سوريا في مؤشر على أن محافظة إدلب ربما تكون ساحة صراع خلال العام الحالي قوات النظام قصفت خلال الساعات الأخيرة بعدد من القذائف مناطق في جبل الزاوية جنوبي إدلب الدفاع المدني السوري أكد ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في مدينة إدلب جراء القصف منذ يوم الثلاثاء إلى أربعة أشخاص فضلاً عن إصابة ستة عشر آخرين جلهم أطفال ونساء من جهتها شنت المقاتلات الروسية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء أربع غارات جوية على محيط مدينة معرة مصرين بريف إدلب واتسع نطاق الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل النظام والجانب الروسي في عموم محافظة إدلب خلال الشهر الفائت والأسبوع الأول من الشهر الحالي ووفق فريق منصقي لاستجابة في شمال غربي سوريا تم تسجيل مئات وأربعة خروقات حتى الأربعاء خلال الشهر الحالي أدت لمقتل سبعة مدنيين وإصابة العشرات ولا تزال محافظة إدلب محكومة بتفاهمات تركية روسية وفق مسار أستان التفاوضي الذي يضم إيران كذلك ووفق تفاهمات ثنائية ولسيما اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أذار من العام الفائت في موسكو بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتي ولكن هذه التفاهمات لم تنفذ حتى اللحظة ومنها مسألة استعادة الحركة التجارية على الطرق الدولية ولسيما طريق حلب اللاذقية M4 وهو ما يعتبر ذريعة جاهزة للجانب الروسي لتجاوز تفاهماته مع الجانب التركي كما يطمح النظام بعد سيطرته على الجنوب السوري لاستعادة حركة الترانزيت من تركيا إلى الأردن والقليج العربي عبر الطريق الدولي الآتي من شمال غربي سوريا وهو ما يتطلب استعادة السيطرة على كامل محافظة إدلب ترجمة نانسي قنقر